طغت مشاهد العنف على المدرسة الجزائرية والمؤسسة التربوية بشدة في السنوات الأخيرة حيث بلغ سنة 2014 أربعين ألف حالة عنف عبر مختلف ولايات الوطن ما جعل أن جاديم سيجيمان مفتش العام بوزارة التربية الوطنية يحذر من تنام هذه الظاهرة بمختلف أنواعها داخل المدرسة الجزائرية وفي المحيط المجاور لها مشيرا إلى أن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرض لها الأستاذ من قبل التلميذ بلغت حوالي عشرة آلاف اعتداء في ظرف سنة هذا وانتقلت موجة العنف للجامعة الجزائرية ما جعل الأخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدلة والتنمية يوضع سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بانتهاك حرمة الجامعة وذلك إثر الحادثة التي وقعت بمعهد الغذاء والتغذية بجامعة قسنطينة تعرض من خلالها طلبة المعهد للعنف من طرف رجال أمن الشركة المكلفة بحراسة المعهد قاموا باستخدام العنف والكلاب المدرب ضد الطلب الذين قاموا بإذراب يطالبون من خلاله الدراجة شهادتهم في الوظيف العمومي واصفا ما وقع بالعمل الإجرامي المدان كما وجه نائب جبهة العدالة والتنمية سؤالا للوزير ميباركي حول من أعطى التعليمات للقيام بهذا العمل الشنيع في وسط الحرم الجامعي متسائلا عن الإجراءات الإدارية التي تنوي الوزارة اتخاذها ضد من قام بهذا العمل هذا ليبقى العنف من بين الميزات التي أصبح المجتمع الجزاري يعرف بها انطلاقا من العائلة إلى الجامعات